تعتقد رنى أن طارق وضع نفسه في الخطة الثانية ويتخذ إجراءات للانتقام من ناحية أخرى تواجه بير المفاجأة كبيرة عندما لا تصدق أن الملاك قد مات رنى معتقدة أن طارق أهملها تذهب إلى القصر لتخويفه لكن عندما رأى أن حميرا ترتدي الأقراط التي طلبت من طارق شرائها أصيب بالجنون تار أوشك الذي يعتقد أن تار أوشك يبقي هيومير أمامه لا يستطيع فهم موقف رنى البارد ويأخذ الأقراط التي يريدها ويذهب إلى رنى تصبح رنى أكثر غضبا عندما ترى الأقراط بينما يحاول طارق فهم سبب تصرف رنى على هذا النحو تستمر رنى في المغادرة من ناحية أخرى بينما تستمر بيرل في الاعتقاد بأن إنجيل على قيد الحياة فإنها تواجه موقفا لم تتوقعه أبدا أم أن اللؤلؤة والملاك يجتمعان هذه المرة عندما يتأكد طارق من أن ملك على قيد الحياة يطلب من رجاله العثور عليه وقتله من ناحية أخرى يريد ماسيد العثور على الملاك ومد ذراعيه إليه أجبر فيسل على إخبار إنجي أن الملائكة ماتوا في ذلك الحادث تحاول بيرل هضم ما سمعت لكنها لا تعتقد أن ملك وأليف قد ماتوا يمرض ماسيد بسبب الأدوية التي يتناولها يحاول سفريا وإليف باستمرار دعمه من خلال الوقوف إلى جانب ماسيد تشعر أليف التي تحترق بشوق والدتها بالرضى عن حب السفرية من ناحية أخرى علم طارق أن ملك على قيد الحياة وطلب من رجاله العثور على ملك وقتله كما يعطي ماسيد تعليمات لمصطفى للعثور على ملك والعناية به في أسرع وقت ممكن موقف طارق اللامبالي تجاه رنى يغضب رنى بعد ذلك يرتب لقاء مع رنى حمير ويذهب إلى القصر لا تستطيع اللؤلؤة إقناع أي شخص بأنها رأت الملاك من ناحية أخرى يبدأ ماسيد في الشعور بالسود هل مرض ماسيد بسبب فيلدان تواصل جوليد القلق بشأن ملك الذي لا يتفكر ماضيه ويذهب إلى الحي الذي يعيش فيه ملك ليكتشف شيئا عنه لا تستطيع اللؤلؤة إقناع أي شخص بأنها رأت الملاك تولي في وضع صعب للغاية لأنها لا تستطيع أن تشرح بير لأن ملك مات في ذلك الحادث من ناحية أخرى يتصل طارق بلدان ويسأل عما إذا كان قد أعطى ماسيد الأدوية السمة يتم استعادة متعة طارق عندما يقول فيلدان إنه استوفى التعليمات التي أعطاها يغلق ماسيد نفسه في غرفته لأنه يشعر بالسود في حين أن الجميع يدفع حولها طارق سعيد مع هذه الحالة من ماسيد هل سم فيلدان ماسيد حقا؟ يرى ملك يبحث عن أليف في شارع بيرل صدمت إنشي بما رأت وأخبرت لاي بكل شيء من ناحية أخرى يحاول طارق الاستفادة من الفرصة التي لديه لقتل ماسيد عندما يخرج الملاك للبحث عن أليف يصادف بيرل صدمت بيرل عندما رأت إنجيل أمامها بعد أشهر بيرل التي أخبرت تي إرملاي بما رأت لا تستطيع إقناع تي إرملاي بأن أنجيل على قيد الحياة حقيقة أن نفسية ملك ليست في مكانها تبدأ في جعل جوليدي متوترة تبحث جوليدي التي تعمل على منع أنجيل وعائلتها من التعرض للأفض عن حل من ناحية أخرى يتعلم تار إرمك المعلومات التي توصل إليها ماسيد ومصطفى حول ملك على هذا يبدأ طارق في رؤية ماسيد على أنه خطر أكبر ويجبر فيلداني على أعطائه أدوية سمة يخبر مصطفى ماسيد أن تقرير وفاة ملك مزيف يقرع تولي باب جوليدي للسماح لإميرهان بالعودة إلى المنزل تعتقد جوليدي أن تليس تغضب منها لإحضارها شخصا لم تعرفه إلى المنزل من قبل ولهذا السبب لم تخبره عن ملك بينما تحاول جوليدي استعاد ملك جيدا يشعر ملك بالحرج من فكرة أنه عدء على جوليدي من ناحية أخرى أخبر مصطفى ماسيد أن شهادة الوفاة المعدة لماليك مزيفة نتيجة لبحثه المعلومات التي قدمها مصطفى تصد من ماسيد من ناحية أخرى يضع طارق رأيه في التخلص من ماسيد ويستمر في الضغط على فيلدان لإعطائه الأدوية السمة يتم اتخاذ قرار بهدم المنزل الذي يقيم فيه الملاك جوليدي تقدم يد العون للليك الذي لا مأوى له وحيدا في الشارع سوف تعبر مسارات تلي ومليك هذه المرة يحاول طار أوشك إقناع فيلداني بتسميم ماسيد لكن فيلداني يقاوم طار أوشك من ناحية أخرى بينما يحلم إنجيل بالأيام الجيدة التي سيعيش فيها مع ابنته تقوم فرق الهدم بهدم المنزل الذي يقيم فيه إنجيل يتقاطع مسار ملك الذي ترك وحيدا في الشارع مع جوليدي جوليدي التي مد يد العون لمليك تأخذه إلى منزلها يصبح الملاك الذي يقيم في منزل جوليدي أيضا جرا لتوليه في سل يذهب تي إرملي وإنسي إلى منزل جوليدي لإسقاط إميريهان في منزلها سيكون طارق غير مرتاح للغاية لقدوم مصطفى إلى الشركة يصل طار أوشك الذي يريد العثور على موقع ملك قبل ماسيد إلى معلومات مهمة للغاية على الرغم من كل عقبات سفريا فيلدان تمكن من إخراج أليف بفضل كيرن ستكون أليف سعيدة للغاية بقضاء الوقت مع سريا وكريم من ناحية أخرى يشعر طار إيرت المحاصر تماما بالتوتر عندما يرى مساعد ماسيد مصطفى في الشركة يعتقد طارق الذي يحاول فهم سبب وجود مصطفى أنه يريد ترهيبه بينما يواصل طارق بحثه للعثور على ملك يصل إلى بعض المعلومات التي لم يتوقعها أبدا يدرج طارق فيلدان في الخطة التي أعدها للتخلص من ماسيد فيلدان لا يقبل طلب طارق لكن طارق يمسك به في أضعف نقطة له يضع طارق رأيه في التخلص منها من أجل وضع حد لأبحاث ماسيد حول ملك طار أو شك الذي يريد استخدام فيلدان في خطته لقتل ماسيد لا يخبر فيلدان بنواياه علانية لكن فيلدان يخمن هدفه الحقيقي يجتمع طارق وفيلدان معا لكن طارق مستفيدا من ضعف فيلدان يقنعه بتسميم ماسيد من ناحية أخرى يجب على طار أو شك الذي يريد أن يجعل علاقته مع رنة تسير بسلاسة أن يعطي الأقراط التي اشتراها إلى رنة كهدية لرسم عيون حميرة انتهى فيديو معلومات سلسلة أليف لدينا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات